اشتركوا في القناة 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 والمفاجأة ان الحكم صدر ايضا على والدها محمد فتوكي بعدما اكدت التحقيقات تسطروا على مخازن سلاح تابعة للمقاومة وقد اضطر للهروب معا الى بيروت خوفا من تنفيذ الحكم وظل في حماية عائلة والدتها اللبنانية العريقة كان لوجود الفنانة وردة في مصر استقبال اسطوري كان مبرر فبالاضافة لموهبتها الفزة كانت حكومة الثورة المصرية تدعم بقوة استقلاج الجزائر واحتاجت للسلط جزائري يشارك في الدعم المعنوي لقضية المجاهدين ولهذا سمح لها بالمشاركة مع أساطير الغناء العربي في اوبريت الوطن العربي بقيادة المستقار محمد عبدالوهاب ولكن هذا الود انقطع فجأة وتحول لعداء بعد صدور قرار مفاجئ بترحيل السيدة وردة من القاهرة ومنعها تماما من دخول مصر بأمر من عبدالناصر ولم يعرف حتى اللحظة السبب الحقيقي وراء القرار وإن أكد مقربون أن استغلال وردة لحادث تعطل سيرتها بدمشق وتطوع المشير عبدالحاكيم عامل لإنقاذها في الترويج لوجود علاقة عاطفية بينهم أكبر الرئيس عبدالناصر على إصدار قرار فوري بمنعها من العودة للقاهرة طوال فترة حكمه حيث لم يسمح لها بالعودة إلا في عهد الرئيس السادات أما عن حياة الفنانة وردة الزوجية فلها زيجات شهيرة ومعروفة أولها من المناضل الجزائري جمال القصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري أنجبت منه ابنيها رياض ووداد وعندما عادت للقاهرة تزوجت من الموسيقار بليه حمدي ولكن الملحن حلمي بكر والإعلامي مفيد فوزي يؤكدان أنهم تزوجت عرفيا من الناقض الشهير وقتها عصام بصيلة وأن الزواج انتهى بخطف الأخيل لوسائك الزواج وتقطعها بعدما شعر بالغيرة من عودة وردة للتعاون الفني مع طالقها بليه حمدي ومن الأزمات أيضا التي وجهت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية والحدث الأبرز في العام الأخير من حياة العمدليب عبد الحليم حافظ كان اشتباكه للمرة الأولى والأخيرة مع جمهوره أصنع تقديمه لرائعته قارئة الفنجال بحفل الربيع وكل الشائعات وقتها أكدت أن القلة المندسة التي أصرت غضب عبد الحليم حافظ بالصفير المتتالي كانت مكلفة بالمهمة من الراحلة وردة الجزائرية التي أجبرت على تأجيل حفلها وقتها وقيل إنها كانت تغار من استحواز عبد الحليم على أجمل ألحان زوجها وقتها بليه حمدي ولكن لا حليم أكد الخبر مكتفيا بالتلميح ولا وردة نافته واكتفت بالقول إن حليم لئيم ويدوس على غيره ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية في 17 مايو عام 2012 أثر معاناة مع مرض الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر